اشتركوا في القناة وقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجذيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرذق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بين محمد وعلى آله وصحبه التابعين مع بداية هذا الفصل الدراسي من شهر شوال نستانف دروس التفسير في القراءة في مقدمات بعض كتب التفسير ثم التعليق على ما تبقى من تفسير الإمام بن جرير الطباني وكنا وقفنا على فصل في شرف علم التفسير من مقدمة الراغب الأصفهاني لكتابه نعم الشيخ عبدالله السلام عليكم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال الإمام الراغب رحمه الله تعالى فصل في شرف علم التفسير أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن وتأويله وذاك أن الصناعات الحقيقية إنما تشرف بأحد ثلاثة أشياء إما بشرف موضوعاتها وهي المعمول فيها نحو أن يقال الصياغة أشرف من الدباغة لأن موضوعها وهو الذهب والفضة أشرف من جلد الميتة الذي هو موضوع الدباغة وإما بشرف صورها نحو أن يقال طبع السيوف أشرف من طبع القيود وإما بشرف أغراضها وكمالها كصناعة الطب التي غرضها إفادة الصحة فإنها أشرف من الكناسة التي غرضها تنظيف المسترح فإذا ثبت ذلك فصناعة التفسير قد حصل لها الشرف من الجهات الثلاث وهو أن موضوعها المفسر كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وصورة فعله إظهار خفيات ما أودعه منزله من أسراره ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وغرضه التمسك بالعروة الوثقى التي لن فصام لها والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا فناء لها ولهذا عظم الله ما حله بقوله ومن يؤتل حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قيل هو تفسير القرآن نعم بسم الله الرحمن الرحيم كما ذكر المؤلف طبعا في هذا الفصل وكل من جاء بعده إذا تكلم عن فضل علم التفسير فإنه ينقل كلام الراغب هذا وهذا التفصيل الذي ذكره رحمه الله تعالى تفصيل مليح لأنه بيّن أوجه الفضل أو أوجه الشرف فالموضوع يعني بالنظر إلى الموضوع إذا نظرنا إلى الصياغة والدباغة فموضوع الصياغة لا شك أنه أشرف من موضوع الدباغة هذا بالنظر للموضوع فهما مختلفان أما النوع الثاني اللي هو النظر إلى الصورة فطبع السيوف وطبع القيود المادة واحدة لأن كلها تعتبر تعامل مع الحديد لكن ذاك صناعة لسيف والآخر صناعة لقيد ولا شك أن صناعة السيف أشرف من صناعة القيد وأيضا بالنظر إلى الغرض والمآل أو الهدف فإذا نظرنا إلى الطب وإلى الكناسة يعني عمل الطبيب وعمل الكناس يشتركان في نتيجة وهي الصحة فالطبيب أو صناعة الطب غرضها فادة الصحة وأيضا الكناسة غرضها التنظيف المستراح وتنظيف المستراح هو نوع من طلب أو من الطلب الصحة ومع ذلك نقول إن الغرض الأول هو الطب أشرف من أو المعذرة المعمل الأول هو الطب أشرف من العمل الثاني وهو الكناسة وإن كانوا يتفقان في شيء من المأل فإذا في جميع هذه الأنواع الثلاثة نجد أن التفسير يشرف بها جميعا فالموضوع كما هو معلوم هو كتاب الله سبحانه وتعالى وإذا نظرنا إلى موضوع التفسير وهو كلام الله سبحانه وتعالى فإنه قد يشاركه بعض أنواع العلوم في هذا الباب مثل القراءات أو التجويد فالقراءات والتجويد موضوعها كذلك هو كلام الله تعالى لكن يختلف الهدف ففي التفسير الهدف هو بيانها فهم هذه المعاني وبيانها وأما في القراءات أو في التجويد فهذا غير هذا الغرض غير مراد وإنما المراد كيف يقرأ المسلم إذن الغرض المتعلق بالقراءة والتجويد هو كيف يقرأ المسلم والغرض المتعلق بالتفسير هو كيف يفهم المسلم فهما وإن اتفقا في الموضوع إلا أنهما يختلفان في الهدف والغاية طبعا ذكر بعض الأمور التي سبق أن عرجنا عليها في التفريق بين فهم المعنى وما يقول إليه المعنى وهو ذكر هنا وهو يتكلم عن كلام الله سبحانه وتعالى قال هو ينبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وصورة فعله ظهار خفيات ما أو دعه منزله من أسراره ليتدبروا آياته ولذكروا للألباب وهذا أوسع مما هي التفسير لأن ما هي التفسير هي بيان المعاني ولسنا نتحدث عن علم الآية أو علوم الآية لأنه كنا نتكلم عن علوم الآية فعلوم الآية أشمل من علم التفسير لأنه سيكون عندنا بيان المعاني وما وراء بيان المعاني من الاستنباطات والأسرار الموجودة في كلام الله سبحانه وتعالى طبعا ذكر في قوله ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا أحد الأقوال في معنى ومن يؤتى الحكمة قيل تفسير القرآن وهذا أيضا يفيدنا في مسألة مهمة جدا وسبق أيضا إشارة إليها وأن من فوائد اختلاف التنوع في التفسير أن يأخذ المتحدث بالتفسير الذي يوافق غرضه يأخذ المتحدث بالتفسير الذي يوافق غرضه وهذه من فوائد معرفة اختلاف التنوع فالمؤلف هنا ليس في مقام تحقيق وتحرير معنى قوله من يؤتى الحكمة فقد وتي خيرا كثيرا وإنما هو في مقام الاستدلال لمسألة عرض له فإذا كان في مقام الاستدلال لمسألة عرض له فإنه يصح أن يرد القول الذي يتناسب مع غرضه وإلا فقوله ومن يؤتى الحكمة فقد ودي خيرا كثيرا فيها أقوال متعددة فصل في بيان الآلات التي يحتاج إليها المفسر اختلف الناس في تفسير القرآن هل يجوز لكل ذي علم الخوض فيه فبعض تشدد في ذلك وقال لا يجوز لأحد تفسير شيء من القرآن وإن كان عالما أديبا متسعا في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثار وإنما له أن ينتهي إلى ما روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الذين شهدوا التنزيل من الصحابة رضي الله عنهم أو عن الذين أخذوا عنهم من التابعين واحتجوا في ذلك بما روي عنه عليه السلام من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وقوله عليه السلام من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطى وفي خبر من قال في القرآن برأيه فقد كفر وبما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيه وذكر آخرون أن من كان ذا أدب وسيع فموسع له أن يفسره فالعقلاء الأدباء فوضى فضن فوضى فوضى فضن فوضى فضن في معرفة الأغراض واحتجوا في ذلك بقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وذكر بعض المحققين أن المذهبين هما الغلو والتقصير فمن اقتصر على المنقول إليه فقد ترك كثيرا مما يحتاج إليه ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه فقد عرضه للتخليط ولم يعتبر حقيقة قوله تعالى ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب والواجب أن يبين أولا ما ينطوي عليه القرآن وما يحتاج إليه المفسر من العلوم فنقول وبالله التوفيق نعم قبل هذا الفصل أيضا من الفصول المهمة التي تعتبر من أصول التفسير ولا أذكر أن أحدا سبق الراغب في بيان هذه العلوم التي سماها الآلات التي يحتاج إليها المفسر بهذا الترتيب وإن كان مثل يحي بن سلام وسبق أن أخذنا في مقدمة التفسير أشار إلى 12 علما يلزم المفسر معرفتها لكن ذكر الراغب هذه العلوم وفصل فيها وذكر المذاهب التي أشار إليها في جواز تفسير القرآن يعني هل يجوز لكل ذي علمنا الخوض فيه أو لا وهذه المسألة مهمة خصوصا في هذا العصر الذي كثر فيه كلام من لا يحسن في كتاب الله سبحانه وتعالى وإذا نظرنا إلى المذهب الأول الذي ذكره أنه لا يجوز لأحد تفسير شيء من القرآن هذا لا يكاد يوجد لو أنت أردت أن تمثل له بكتاب أو بعالم لا يكاد يوجد والمذاب الثاني هو الموجود ولكن نحتاج في مثل هذا الأمر إلى ضوابط نحتاج مثل هذا الأمر إلى ضوابط والراغب سيذكر مجموعة من العلوم لو أن كثيرا من من يتكلم في التفسير نظر إلى هذه العلوم التي يذكرها الراغب فإنه سيحجم عن أن يتكلم في التفسير يعني لو أنه أراد أن يطبق ما يذكره الراغب في هذا الفصل فكثيرا من من سيدكلم في التفسير سيحجم ولهذا هو ذكر قيد في الأخير أن من لم يحسن هذه الآلات فإنه يستفيد ممن يحسنها كما سيأتي لكن هذا غير كافي لأنه سيكون مجرد ناقل وهو غير محرر في هذا المقام فإذا نحن نحتاج إلى أن نضع تعصيلا لهذه المسألة ونقول أن الكلام في معاني كتاب الله سبحانه وتعالى إما أن يكون علما وإما أن لا يكون فإن قال القائل هو ليس بعلم فسيكون من أول الحديث معه قد انقطع لأنه يعتبر أن التفسير ليس علما وأنه لا يقوم على أسس وأصول فكانه إذن يقول يجوز لأي أحد أن يتكلم فيه لأنه ليس هناك أشياء يجب أن نتعلمها لكي نفسر كتاب الله ولا شك أن هذا كلام باطل هذا الكلام باطل لكن نحن نتدرج معه في المسألة فإن قال إنه علم وهذا هو الصحيح فكل علم له أصوله وأسسه التي يقوم عليها فلابد من معرفة هذه الأسس والأصول فإذا اتفقنا أنه علم فنتيجة هذا الاتفاق أن نقول كل علم له أسس وأصول لنتصور أي علم من العلوم الدينية أو الدنيوية حتى العلوم الباطلة والعلوم الفاسدة العلوم المحرمة لها أصول لو جاء من لا يدقن هذه الأصول وتقول على هذه العلوم لبين زيفه أصحاب هذه العلوم أيا كان هذا العلم أيا كان هذا العلم وكما قلت لكم سواء كان من العلوم الصالحة أو العلوم الفاسدة فإذا كان أو كانت هذه قاعدة العلوم فالتفسير ليس بمعزل عنها فإذا له أسس وأصول لا بد من معرفتها فمن أراد أن يتكلم فيها فلا بد أن يعرفها لا يكفي أن يكون فقيها أو أن يكون عالما بأصول الفقه أو أن يكون عالما بالعقيدة أو أن يكون عالما باللغة هذه العلوم لا تكفي مستقلة لفهم كلام الله سبحانه وتعالى لأن هناك أسس لا بد من معرفتها لفهم كلام الله سبحانه وتعالى هذه الأسس من أين نستقيها ونستنبطها نستقيها ونستنبطها من كتاب الله سبحانه وتعالى من زنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم من طريقة الصحابة والتبعين وأتباعهم في التعاطي مع علم التفسير خصوصا في استدراكاتهم على بعضهم لأن باب الاستدراك مجال لبيان مسائل أصول التفسير باب الاستدراك يعني مجال لبيان مسائل أصول التفسير لأنه إذا استدرك مفسر على مفسر فإنما يستدرك عليه لأنه أخطأ في الفهم لأنه أخطأ في الفهم وسيأتينا مثال حينما نقرأ في التفسير في سورة العاديات سيأتينا مثال بين بن عباس وعلي بن أبي طالب ولعل نقف عند هذا وسنقف عند المثال المبين كيف أن المسألة ليست مرتبطة بكون هذا عالم بالتفسير وكونه عالم لا يعني أنه يقع فيه خطأ بل قد يقع عنده الخطأ وكذلك الطبي رحمه الله تعالى في نفس السورة أيضا وقع عنده إشكال في التعامل مع أيضا هذا التفسير فإذا هناك أسس لا بد أن نعرفها لكي نتعامل معها بحيث أنه إذا أخطأ الواحد مننا نقول أنت خالفت هذه الأسس وهذه الأصول فعلى سبيل المثال يعني أذكر مثالنا الآن فقط لهذه الأسس من أهم الأسس التي يجب أن يفهمها طالب علم التفسير أن علم التفسير مبني على المعنى بمعنى أننا حينما نقول فسر قول الله سبحانه وتعالى كذا مرادنا أي بيّن لنا المعنى يعني ما معنى قول الله سبحانه وتعالى كذا هل يتصور أن يكون الذين نزل عليهم القرآن يجهلون المعنى ويفقهه من يجي بعدهم يعني هذا الآن أحد الأسس العقلية التي يجب أن ينتبه لها طالب علم التفسير كثير من من يتعاطون علم التفسير الآن كثير من يتعاطون علم التفسير وتعاطيهم طبعا جزء يأتي إلى آية ويتكلم عنها إما باسم أنه تربوي أو باسم أنه يبين إعجاز في الآية أو غيره ويتعاطى مع هذه الآية بمعطيات عنده فيها نقص في العلم وقصور في الفهم ودليل نقص علمه وقصور فهمه أنه يكسر أسس التفسير وهو لا يعلم فيأتي إلى الآية بمعنى جديد حادث ناقض لقول من تقدمه يعني قول جديد حادث ناقض لقول من تقدمه معنى ذلك أن الأمة بقيت على ضلال في فهم هذه الجملة من كتاب الله حتى جاء هذا الرجل فلان من فلان وفهم المعنى يعني هل هذا يقبل عقلا الجواب لا فإذا هذا أحد الأسس التي يجب علينا أن ندركها حينما نتكلم في كتاب الله سبحانه وتعالى إن هذا أحد الأصول أو أحد الأسس التي يجب معرفتها طبعا من الأسس أن القرآن نزل بلغة العرب فأي تفسير للمعاني بغير لغة العرب فإنه يدل على أن هذا التفسير خطأ ولهذا حينما نرجع مثلا إلى ما كتبه بن سينة في التفسير سنجد أنه لم يعتمد لغة العرب في بيان معاني كلام الله سبحانه وتعالى فسر صورة الصمت فسر بعض السور إذا قرأتها تعرف أنها لا تمت للغة العرب بصلها فهذا التفسير الذي يذكره نعرف أنه خطأ محض لأنه لم يجري على أسلوب العربي في خطابها إذا اتبقنا أن هناك أصولا إذا يجب علينا أن نلتزم بهذه الأصول وأن نعرف متى يصح لنا أن نتكلم في المعنى ومتى يجب علينا أن نقف من الذي يدرك متى يصحه ومتى يجب هو الذي يعرف هذه الأسس أما ما وراء المعنى الاستنباط فالأمر فيه واسع ما وراء المعنى في الاستنباط الأمر في واسع كلمنا الآن نحن عن ماذا عن المعاني فهذه المعاني الآن الراغب يرى أن هناك جملة من العلوم يجب أن يتعلمها المتعاطي للتفسير قبل أن يخوض في علم التفسير ولعلنا نتركها للدرس القادم لكي نناقش هذه العلوم علما بإذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ابن جرير الرحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة والعاديات القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه والعاديات الضبحة فالمريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرن به نقعا وسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحص لما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير اختلف أهل التأويل في تأويل قوله والعاديات ضبحة فقال بعضهم عني بالعاديات ضبحا الخيل التي تعد وهي تحمحم ذكر من قال ذلك وسق بإسناد عن ابن عباس من طريق عطية العوف في قوله والعاديات ضبحة قال الخيل وزعم غير ابن عباس أنها الإبل سق بإسناده عن ابن أبي نجيه عن مجاهد في قوله والعاديات ضبحة قال ابن عباس هو في القتال سق بإسناده عن سماك عن عكرمة في قوله والعاديات ضبحة قال هي الخير أبي نجيه عن مجاهد عن قتاده مثل حديث بشر عن يزيد سق بإسناده عن سعيد قال سمعت سالما يقرأ والعاديات ضبحة قال هي الخيل عدت ضبحا سق سق بإسناده عن واصل عن عطاء والعاديات ضبحة قال الخير سق بإسناده عن عطاء عن ابن عباس قال ما ضبحت دابة قط إلا كلب أو فرس سق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله والعاديات ضبحة قال هي الخير سق بإسناده عن عطاء عن ابن عباس قال هي الخير يعني قوله والعاديات قال ابن عباس هي الخير وقال آخرون هي الإبل وسق بإسناده عن إبراهيم عن عبد الله والعاديات ضبحة قال هي الإبل وسق بإسناده عن إبراهيم عن عبد الله مثله وسق بإسناده عن إبراهيم عن عبد الله مثله وسق بإسناده عن إبراهيم عن عبد الله والعاديات ضبحة قال هي الإبل إذا ضبحت تنفست ساق بإسناده عن سعيد بن جبير بن عباس حدثه قال بينما أنا في الحجر جالس أتاني رجل يسأل عن والعاديات طبها فقلت له الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم فانفتل عني فذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو تحت سقاية زمزم فسأله عن والعاديات طبها فقال سألت عنها أحدا قبلي قال نعم سألت عنها ابن عباس فقال الخيل حين تغير في سبيل الله قال اذهب فدعه لي فلما وقفت على رأسه قال تفت الناس بما لا علم لك به والله لكانت أول غزوة في الإسلام لبدر وما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس للمقدات فكيف تكون العاديات ضبحا إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى مزدلفة إلى ميناء قال ابن عباس فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي رضي الله عنه سقا بإسناده عن منصور عن إبراهيم والعاديات ضبحا قال الإبل سقا بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قولي والعاديات ضبحا قال ابن مسعود هو في الحج سقا بإسناده عن عبيد بن عمير قال هي الإبل يعني والعاديات ضبحا سقا بإسناده عن منصور عن إبراهيم والعاديات ضبحا قال قال ابن مسعود هي الإبل وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال عني بالعاديات الخير وذلك أن الإبل لا تضبح وإنما تضبح الخيل وقد أخبر الله تعالى أنها تعدو ضبحا والضبح هو ما قد ذكرت قبل وبما قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق به إسناده عن أبي صالح قال قال علي رضي الله عنه الضبح في الخير الحمحمة ومن الإبل النفس ساق به إسناده عن ابن جرائج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يصف الضبح أح أح نعم بسم الله الرحمن الرحيم قول سبحانه وتعالى والعادي الضبح هذه السورة كذا سماها الطبري سورة العاديات وتسمى سورة العاديات يعني بأول كلمة فيها قيل إنها مكية وقيل إنها مدنية يعني وقع خلاف هل هي مكية أو مدنية طبعا إن كانت مكية وحولت الآية على الخيل التي تغير بسبيل الله فمعنى ذلك أن هذه من آيات النبوآت التي تشير إلى وقوع القتال بين المسلمين والكفار يعني وقوع القتال بين المسلمين والكفار وإن كانت في المدينة فإنها تحكي واقعا كان لكن علي بن أبي طالب كما نلاحظ أو كما سيدي اعترض على هذا المعنى بالواقع وسيدي إن شاء الله الحديث عنه لكن المقصود أنها لو كانت مكية وحملنا العاديات على الخيل فإنها ستكون من آيات النبوآت التي تخبروا عن ما سيقع في عيد النبوآت وما بعده العاديات أي التي تعدو العاديات بمعنى التي تعدو وهذا وصف وهذا الوصف وقع خلاف بين السلف في الموصوف هل هي الخيل العاديات أو الإبل العاديات وظاهر من هذا الخلاف أن ابن عباس في أحد قوليه وتلاميذ ابن عباس ومعهم قتادة يرون أن الخيل هي التي تضبح لأن الضبح هو صوت حمحمة الفرس صوت حمحمة الفرس بعد العدو وكان المعنى وكان المعنى الإشارة إلى أنه الصوت الذي يقعه من الخيل بعد العدو هذا الصوت وهو الحمحمة هو ما ذاب إليه جماعة من تلاميذ ابن عباس وهو أحد القولين لابن عباس القول الثاني أنها الإبل طبعا هناك قوال في تحديد الذي يضبح والذي يضبح قالوا إلا كلب أو فرس وفي رواية أيضا أو ثعلب يعني أنه لا يضبح إلا الكلب أو الفرس أو الثعلب ولكن هذا التقييد فيه نظر لماذا؟ لأنه كما نلاحظ ثبتها عن عبد الله بن مسعود الهذلي وكذلك عن عبد الله بن نبي طالب القراشي نسب الضبح للإبل فإذن الإبل ليش؟ تضبح لأن ابن مسعود وعلي بن نبي طالب حجة في ماذا؟ في اللغة فكونهم نسبوا الضبح للإبل فدل على أن الإبل أيضا تضبح فإذن لا يكون هذا التقييد صحيحا حتى لو قاله ابن عباس لأنه ورد عنه ابن عباس رواية في هذا المعنى فنقول كلام ابن عباس محجوج بكلامي من هم في طبقتها وعلى من طبقته وقد أثبتوا هذا المعنى هذا من جهة ماذا؟ اللغة من جهة الآن التفسير هل يصح حمل المعنيين على الآيات معا أن نقول أقسم بكل عادية سواء كانت إبل أو كانت خيل ثم تأتي الأوصاف التي بعدها فتنطبق على كل موصوف بحسبه والعادية الضبحة فالمهريات قدحة فالمغيرات صبحة لأن إيراء الإيراء قدحا يكون أوضح في الخيل منه في الإبل يعني كونها توري النار بحوافرها هذا في الإبل أوضح منه في ماذا؟ في الخيل معذرة أوضح منه في الإبل فنحن عندنا الآن طريقان إما أن نصحح المعنيين معا على سبيل التنوع في المعاني وإما أن نقدم أحد القولين وهذا الذي وقع الذي ساقع فيه إشكال لأن الذي اختاره الطبالي أن المراد بالعاديات ضبحا أنها الخيل وهذا أقرب لقوله فالمريات قدحا وهذا الوصف يظهر في الخيل أكثر من ظهوره في الإبل وكذلك الحمحمة التي هي الضبح تظهر في الخيل أكثر من ظهورها في ماذا؟ في الإبل فتقديم الخيل في هذا المقام أو لا تقديم الخيل في هذا المقام أو لا ولكن لا يعني أن القول أنها الإبل أنه ليس بصحيح نقول نعم صحيح لكنه درجة في الدرجة الثانية من الأقوال يعني لو أردنا أن نقدم فالمقدم هو الإبل خلافا لما ذهب إليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما سيئت الآن نقاش قوله هدف يتعلق الآن في مجال اللغة وفي مجال تقديم القول الصواب في الآية لكن نلاحظ أن الطبري وهو يرجح المعاني قال عبارة فيها نظر قال عنية بالعاديات الخيل وذلك أن الإبل لا تضبح كيف تقول أن الإبل لا تضبح وقد أثبت الضبح لها ابن مسعود وعلي بن أبي طالب أثبت الضبح لها ابن مسعود وعلي بن أبي طالب فذا خلاف منهجي نعم شخص عبد الله له ثابت يعني واضح ثابت بالذات عن عبد الله بن مسعود ثابت ولا يحتج على الإسنات هو الآن يقول الإبل لا تضبح ما قال الإسنات فيه كلام لو لم يرد وروده عن مسعود كافي لا ما يحتاج إلى هذا إلا نتبع رحمة الله تعالى ما اعترض على الإسنات هنا واعترض على المعنى يقول الإبل لا تضبح هنا هنا لا حتى في اللغة وارد عند بعض اللغويين أن الضبح يكون للإبل تشبيها لها بالخيل كيف؟ والقد يكون منها لكنه أقل لكن الضبح بالذات وارد عن بعض اللغويين أن الإبل تضبح لكنه تقيقيا أو تشبيها لها بالإبل لكن قضية منهجية مدام ثبت عن ابن مسعود وعن ابن المطال فهو مقدم في التأويل أو أقصدهم الثابت في اللغة لأنهما حجة في اللغة قال وإنما تضبح الخيل وهذا لا شك فيه أن الخيل تضبح لكن لا يعني أنه غيرها لا يضبح ثم قال وقد أخبر تعالى أن تعدو ضبحا وذكر طبعا بعد ذلك من قال بذلك من السلف لا قال الضبح من الخيل والحمحمة من الإبل من الإبل الضبح من الخيل الحمحمة ومن الإبل النفسها نعم هذا في غرابة حسنت بس الشيخ المتوفقين رضي الله عنهما اللي هو علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود متوفقين في إيش في هذا القول وهنا يا شيخ قال النفس من الإبل الضبح من الإبل النفس وهنا يا شيخ قبل أورد عن ابن مسعود قال هي الإبل إذا ضبحت تنفست نعم ومتوفقين أيضا لأن علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما في أن الآيات نزلت في الحج نعم فالمراد عندهم الإبل لأنها في الحج طيب عباس رضي الله عنه وتلامذته يرون أنها في الخيل أنها في الجهاد في الجهاد أي ففي اتفاق طيب لكن الآن الإشكال يذكره الشيخ عبد الله واضح جدا أن الطبر الآن يقول إنما تطبح الخيل أي قالوا بما قلنا في ذلك قال التاويل ثم ذكر أنه هو يعترض عليه في إراده لكلام علي أي يعني هل علي في كلامه رضي الله تعالى عنه هنا يجعل الحمحمة التنفس يعني تسميته ضبحا كأنه مجاز والضبح إنما يكون للخيل أي فيه إشكال تنفس الإبل ليس يسمى عنده مضاب هذا هو الظاهر أنه التنفس يسمى ضبحا تنفس هذا الظاهر لكن الإشكالية جيد جيد لكن الإشكالية الآن إنه الآن هو يقول وإنما تضبح الخيل يعني هو الآن مشكلة الطبري يقول عنية بالعاديات الخيل وذلك لأن الإبل لا تضبح ينفذ الظبح من الإبل ثم يقول وإنما تضبح الخيل ثم قالوا بنحو الذي قلنا في ذلك قاله التاويل وذكر قول علي ما يعني علي يرى أنها في الإبل هو ليست في الخيل واضح الإشكال شيخ حسين ففيه إشكال من هذه الجهة إشكال على كلام الطبري على كلام الطبري نعم على كلام الطبري أما كون الإبل تضبح ما عندنا مشكلة به طي هذا يقيد يعني هذا يعتبر من مواطن مشكلة فيمكن أن يقيد طيب لعلنا الآن نأخذ في كلام أو في الذي دار بين ابن عباس وبين علي بن نبي طالب ابن عباس الآن كما في الرواية كان يذهب إلى أن المراد بها العاديات الضبحة لخيل الجهاد وذكر بعد ذلك ما يتناسب مع خيل الجهاد الذي في قوله ثم تأوي إلى الليل في أصنعون طعامهم إلى آخر وعلي بن نبي طالب يعترض على ابن عباس في أنه كيف تكون خيل الجهاد ولم يكن في الإسلام إلا فرسان يعني فرس المقداد وفرس الزبير فكيف تكون عادي الضبح يش الخيل إذن الآن احتجاج علي بن نبي طالب ليس من جهة اللغة لأن اللغة مع هذا ومع ذاك ولم يستند إلى أيضا تفسير النبوي ولم يستند أيضا إلى آية قرانية وإنما يستند إلى ماذا إلى الأحوال استند إلى الأحوال يعني الأحوال المرتبطة بالنزول فالحال المرتبط بالنزول هنا أنه لم يكن في وقت نزول هذه الآيات خيل تغير في سبيل الله وإنما الذي كان موجودا إبل كانت تنقل الحجيج من عرفة إلى مزلفة إلى آخره فإذن الآن هذا المصدر الذي اعتمد عليه عليه بن نبي طالب هو ممكن نسميه الأحوال المرتبطة بالنزول الأحوال المرتبطة بالنزول هذه من المهم أن يلتفت إليها المبسر لأن اعتماد عليه بن نبي طالب عليها الآن جعل معنى العاديات يختلف بين أن نقول أنها الخيل أو نقول أنها الإبل فليست تناند المسألة رجوع إلى مصدر وهو اللغة أو إلى سنة النبوية أو إلى قرآن وإنما هي رجوع إلى ماذا إلى الأحوال فإذا نختلف التفسير بناء على اختلاف الأحوال واضح هذه لا لا هو يتكلم عن الإسلام عموما إلا لا عن وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم نزلت هذه الآيات في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أكخيل لا ليس كثيرا لا توقع أنه يكون كثير إذا كان مراده أول لا يتوقع أنه يكون مراده أول غزوة فقط لكنها قليلة يعني في عيد النبي صلى الله عليه وسلم لا تعتبر خيول كثيرة أن كان الغالب هو ألب لا 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 أخذ على الحج لأن الخيل لا تستخدم في الحج وإنما تستخدم الإبل وسيأتينا قوله فسطنا به جمعة ولفظة جمعة نتحت من تكون مرادش مزدرفة نعم لكن المقصود أن هذا مهم جدا أن ننتبه له في النقاش لدار بين علي بن نبي طالب وبين بن عباس أيضا من المسائل المرتبطة بهذا الأثر وهي قضية مهمة جدا أن خلافهم في العاديات دليل على أنه لم يكن عندهم في هذا اللفظ بالذات بيان النبوي الخاص لم يكن عندهم بيان النبوي خاص لأن بن عباس لم يحتج على النبي طالب ببيان النبوي خاص ولا أعتمد على بيان النبوي خاص طيب وهذا الاختلاف الذي ورد ليس له أثر عملي يعني ليس من الأمور العملية التي هي مرتبطة بإفعل ولا تفعل وإنما هي داخلة في باب الإخبارات وفي باب الإخبارات قد يقع مثل هذا الخلاف يعني في باب الإخبارات قد يقع مثل هذا الخلاف طيب أيضا نستفيد من مسألة مهمة جدا وهي قضية القول على الله بغير علم فابن عباس لما قال قوله اعترض عليه على ابن أبي طالب وقال تفتي الناس بما لا علم لك به وإن كان على ابن أبي طالب آسف ابن عباس إنما اعتمد على علم لكن كأن على ابن أبي طالب يرى تقصير ابن عباس في تحصيل الأحوال المرتبطة بهذا الخطاب يعني تحصيل الأحوال المرتبطة بهذا الخطاب فإذن بناء على رأي على ابن أبي طالب ورجوع ابن عباس له يكون موقف ابن عباس موقف من نقص عنده العلم موقف من نقص عنده العلم فإذن اللغة لم تستقل بفهم المعنى في هذا المقام على رأي على ابن أبي طالب لأن ابن عباس لما فسروا العديد الصبحة فسرها على جانب اللغة أولا وجانب الأحوال ثانيا يعني جانب اللغة لما قال أن العادية هي الخيل وجعلها خيل الجهاد بالذات لأن الآيات أو سياق الآيات واضح منه والعادية فهذرنا بناقعة فسطنا به جمعا إلى آخر كلها قد نتكلم عن خيل الجهاد فإذا المقصود من ذلك أننا مثل هذا المثال يجعلنا نتنبه ونتأمل حينما نجد أن نفسر أن هناك أعلام سبقون هم أعلم بهذه الأمور مننا فحينما يفسرون القرآن على وجه من الوجوه الواجب علينا أن نتفهم تفسيرهم وكيف نفسروه لا أن نستعجل في رد قولهم أو في إحداث قول دون أن نعرف مقاصدهم ومرام كلامهم فهذا الآن نقاش بين علمين من أعلام بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعلام المفسرين من الصحابة فالمفترض أن يكون مثل هذا الأثر نبراس لنا في قضية التعامل مع الأقوال نعم وقوله فالموريات قد حى اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم هي الخيل توري النار بحوافرها ذكر من قال ذلك وسأقى بإسناده عن أبي رجاء قال سئل عكريمة عن قوله فالموريات قدحا قال أورت وقدحت وسأقى بإسناده عن معمر عن قتاده فالموريات قدحا قال هي الخيل وقال الكلبي تقدح بحوافرها حتى يخرج منها النقر سأقى بإسناده عن واصل عن عطاء فالموريات قد حن قال أورت النار بحوافرها سأقى بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله فالموريات قد حن توري الحجارة بحوافرها وقال آخرون بل معنى ذلك أن الخيل هجن الحرب بين أصحابهن وركبانهن هجن الحرب هجن الحرب بين أصحابهن وركبانهن ذكر من قال ذلك وسأقى بإسناده عن سعيد عن قتاده فالموريات قدحا قال هجن الحرب بينهم وبين عدوهم وسأقى بإسناده عن سعيد عن قتاده فالموريات قدحا قال هجن الحرب بينهم وبين عدوهم وقال آخرون بل عني بذلك الذين يورون النار بعد انصرافهم من الحرب وسأقى بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سألني علي رضي الله عنه عن والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فقلت له الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم وقال آخرون بل معنى ذلك مكر الرجال ذكر من قال ذلك وسأقى بإسناده عن ابن عباس من طريق تعطي العوف فالموريات قدحا قال المكر سأقى بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله فالموريات قدحا قال مكر الرجال وقال آخرون هي الألسنة سأقى بإسناده عن سماك عن عكرمة قال يقال في هذه الآية فالموريات قدحا قال هي الألسنة وقال آخرون هي الإبل حين تسير تنسف بمناسمها الحصى ذكر من قال ذلك وسأقى بإسناده عن ابراهيم عن عبد الله فالموريات قدحا قال إذا نسفت الحصى بمناسمها فضرب الحصى بعضه بعضا فتخرج منه النار وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أقسم بالموريات التي توري النيران قدحا فالخيل توري بحوافرها والناس يورونها بالزند واللسان مثلا يوري بالمنطق والرجال يورون بالمكر مثلا وكذلك الخيل تهيج الحرب بين أهلها إذا التقت في الحرب ولم يضع الله دلالة على أن المراد من ذلك بعض دون بعض فكل ما أورت النار قدحا فداخلة فيما أقسم به لعموم ذلك بالظاهر نعم كما تلاحظون الآن في خلاف في الموريات قدحا الآن في القول الأول على أنها الخيل طبعا بعضهم ذهب إلى أنها الخيل توري بأقدامها النار وابن مسعود إذا كانت عنده الإبل فإنها توري يعني أو تضرب الحصة بعض وبعض يعني توري الحصة النار بسبب الإبل فنسب الفعل إلى ماذا إلى أقدامها قال فالموريات قدحا الموريات من الإيرا وهو اللي هو الإشعال يعني أورى النار إذا إشعالها تعني كانت توري القدحين تقدح بالنار طيب المعاني الأخرى ذكرها الآن غير هذه المعنى هذا المعنى منسوب للإبل أو منسوب للخيل واضح لكن المعاني الثانية أنها الألسن توري المعركة أو توري الحرب أو كذلك مكر الرجال يوري الحرب فهذا وهذه المعاني فيها بعد لكن أيضا لها اتصال بالمعنى الأول لنلاحظ الآن القول الثاني في الخيل أن الخيل حين يعني تهيج بين المقاتلين يعني الخيل حين تهيج بين المقاتلين فإذا جعل الآن إيراء القدح هو إيراء الحرب وليس من الحصى يعني القول الثاني يعني مجاز يعني في المريات قدحا فليس المراد أنها تضرب الحصى فيقدح أو يظهر الشرق وأن المراد أنها تقدح بين المتحارفين وتشعل النار أو تشعل النار الحرب بينهم وهذا معنى أيضا مليح والمعنى الثاني الذي ذكره فيه بعد لكنه أيضا مرتبط بهذا أنه الرجال يورون نارهم يعني من قال أن الرجال يورون نارهم هل يتصور أنه ينفي القدح القريب للذين وأن الخيل توري النار بضربها للحصى هل يتصور هذا لا 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 نقول من قال بأن المراد الرجال يعني بمكرها أو بأسنتها توري النار الحرب من يقول بهذا القول هل يتصور أنه ينفي أن المراد أن من معاني المرياد قدحة أن الإبل أو الخيل حينما تضرب الحصى فيقدح ما يتصور لماذا لأن هذا المعنى قريب بالنسبة له هذا المعنى قريب فوذكر معنى آخر لنلاحظ الآن كل الأمر في الجهات فوذكر معنى آخر قد يخفى على السامع في قول في المريات قدحة وله ارتباط بالمعنى من هذه الجهة وله ارتباط بالمعنى من هذه الجهة إذا قلنا أن الآن العاديات مرض بها إبل آسف خير المجاهدين فالموريات قدحة هذه المحام المذكورة محتملة ولهذا الطبري في ترجيحه أشار إلى جميع هذه المحتملات لماذا؟ لأن الوصف بقوله فالموريات قدحة هذا كأنه اسم جنس ينطبق على أكثر من موصوف فالخيل إن أورت بحوافرها القدح فهي من موريات قدحة والإبل إن أورت بأخفافها أيضا القدح فهي من موريات قدحة والخيل إذا أورت الحرب بين المتعاربين فهي من موريات قدحة والألسن إذا أورت الحرب بين المتعاربين فهي من موريات قدحة والناس الذين يحضرون الحرب إذا أوروا النار فهم أيضا من المريات قدحة يعني جماعة الرجال وكذلك أيضا المعنى الأخير الذي ذكره في المكر لأن المكر هو من إيراء اللسان يرجع إلى إيراء اللسان فكأنه جعل جميع هذه المحامل محتمل أن يراد بقوله في المريات قدحة لكن يبقى أن الأقرب والأظهر هو إذا قلنا أنه في الخير أن الخيل حينما تكون مغيرة أو مسريعة في سيريا أنها توري القدحة بضربها الحصى بعضها ببعض نعم نعم ما نستطيع أن نقول بهذا لأنه هذا يسمى مصادرة للدليل هو يقول بهذا الكلام لكن هل يرى أن هذا الأسلوب هل يسمى مجازا ويقابل حقيقة أو لا ونحتاج إلى أن يوجد عندنا نص أنه قد يكون يرى أن هذه كلها حقيقة أو هو صحيح إذا ردنا أن نرجح لاحظ إذا ردنا أن نرجح كلمك صحيح أنه تكون في شيء واحد لا كلامنا أن تكون فيه أشياء متنوعة متعددة لا صعب صعب أن نقول أنه يقول بالمجاز لأن القول بالمجاز يلزم منه ثبوت قوله بأن هناك حقيقة يقابلها مجاز هو قد يقول لا كل هذه الأقوال التي ذكرتها تعتبر حقيقة ما تعتبر عندي مجاز وأن تعرف أن الذين يقولون بنفي المجاز يعتبرون هذا كلام حقيقة لأن مراد المتكلم في كلامه من هذه اللفظة هذا المعنى هو حقيقة إلا أنه ما عندنا مشكلة أنا وأنتنا اتفق لكن قصد أنه صعب أن نحكم عليه بأنه يقول بالمجاز بهذا الطريقة وإلا مع ذلك أنه كل قول المتقدمين بهذا الطريقة نحمله على المجاز طب فما ربح تجارته قال هو ذكر أنه هذا من باب الاستعارة وأنه فما ربحوهم يعني نسب الربح للتجارة وأنما الرابح حقيقة هم هذا الآن بتحريراتنا نحن ومكننا قول هذا مجاز لكن ما سطعنا يقول لنا الطبري يقول بالمجاز لأنه فسر الآية بهذا قد يكون تفسير هذا عنده على الحقيقة نعم وقوله فالمغيرات صبحا اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم معنى ذلك فالمغيرات صبحا على عدوها على نية ذكر من قال ذلك وسأقى بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سألني رجل عن فالمغيرات صبحا فقال الخيل تغير في سبيل الله سأقى بإسناده عن أبي رجاء قال سألت عكريمة عن قوله فالمغيرات صبحا قال أغارت على العدو صبحا وسأقى بإسناده عن نبي نجيه عن مجاهد فالمغيرات صبحا قال الخيل وسأقى بإسناده عن سي ماك عن عكريمة فالمغيرات صبحا قال هي الخيل وسأقى بإسناده عن سعيد عن قتادة فالمغيرات صبحا قال أغار القوم بعدما أصبحوا على عدوهم وسأقى بإسناده عن معمر عن قتادة فالمغيرات صبحا قال أغارت حين أصبحت وساق بإسنادي عن سعيد عن قتادة فالمغيرات صبحة قال أغار القوم حين أصبحوا وقال آخرون عني بذلك الإبل حين تدفع بركبانها من جمع يوم النحر إلى ميناء ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن إبراهيم عن عبد الله فالمغيرات صبحة حين يفيضون من جمع وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله جل ثناؤه أقسم بالمغيرات صبحة ولم يخصص من ذلك مغيرة دون مغيرة فكل مغيرة صبحة فداخلة فيما أقسم به قد كان زيد بن أسلم يذكر تفسير هذه الأحرف ويأباها ويقول إنما هو قسم أقسم الله به ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله والعاديات ضبحة فالموريات قدحة قال هذا قسم أقسم الله به وفي قوله فوسطنا به جمع قال كل هذا قسم قال ولم يكن أبي ينظر فيه إذا سئل عنه ولا يذكره يريد به القسم نعم طبعا هذا واضح ما نقف عنده نفس الكلام السابق في أن المغيرات مبنية أو معطوفة على الموريات لكن طبعا هنا عندنا كما تلاحظون تبدأ تقل مساحة الخلاف أو مساحة الوجوه يعني الوجوه في العاديات غير وجوه في الموريات غير وجوه في المغيرات يعني الوجوه في المغيرات أقل من وأكثرها في الوجوه اللي هو الموريات يعني في قوله في الموريات القدحة هي أكثر هذه الألفاظ من جهة الوجوه لكن أنتم الآن تريدون أن تقولون لماذا لا نحمل وهذا قول بعض المتأخرين لماذا لا نحمل الآية مدامة متعاطفة خاصة بالفاء نحملها على الخيل إلا فيه تسلسل لا فيه تسلسل قطعا هو الكلام في التسلسل واضح جدا سواء في إبل الحجيج أو في الخيل إذا أغارت في سبيل الله لكن أنا أقصد الآن في المتعاطفات وهذا مبحث أصلا يعني مبحث ممكن أن يكون مستقل أنه الآن المتعاطفات عندنا في القرآن في الأقسام هذه إما تكون معطوفة بالواء مثل والضحى والليل إذا سجع وإما تكون معطوفة بالفاء والقاعدة في الفاء في الغالب أن تكون مترتبة على ما قبلها ولهذا لو رجعني إلى قوله سبحانه وتعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطة والسابحات سبحانه فالسابقات فالمدبرات الأمر نجد بعض المتاخرين قال فالسابقات مرتب على قوله السابحات فيكونه إقسام بنوع طبعا الطبع يرى أنه أيضا على العموم إلا قوله فالمدبرات أمر يعني ذكر الإجماع على أن مراد بها الملائكة المراد بها الملائكة وأيضا بعض المتاخرين إلا ما يكون واهمين هو الواحد اعتمد على الإجماع في المدبرات في ترجيح أن جميع الأقسام هي في ماذا في الملائكة فهذا وجه من أوجه الترجيح يعني هذا وجه من أوجه الترجيح لكن كما سبقنا ذكرنا في الناقش في مقدمة الرغو سفهاني أن هذه المحامل عندنا من محامل الاختلاف في التنوع يمكن استفادة منها يعني منذ الفلمورياتي قدحة لو إنسان أراد أن نتكلم عن المكر يعني يمكن نستذل به هذا التفسير على أن أحد المحامل المحتملة في الآية أو ألسن الرجال أنه يذكرها على أنها أحد المحامل المحتملة في الآية لكن مقصود الآن المقصود أننا لسنا الآن في مقام الترجيح سيتم في مقام الترجيح في آخر لكن تكلم الآن عن صورة الخلاف التي يريدها الآن الإمام الطبري عن صورة الخلاف التي يريدها وإلا الأقرب أنها تكون في الخير كلها نحن نقول أنها بعيدة مع أنها بعيدة ممكن نستجددها نعم ممكن نعم طب لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم عند قوله فأثرنا به من به نقعنا سبحانك الله محمدك نشهد لنا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلنيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجذيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر